بدورها قالت شركة أرامكو السعودية أن إيقاف الضخف النفط المتضرر من هجوم الارهابي تم كإجراء احترازي قال مسؤول أمريكي أن التحقيق المبدئي لفريق عسكري أمريكي فحص السفن الأربع التي تعرضت لتخريب قبالة سواحل الإمارات يظهر تورط إيران في الحادث بصمات إيرانية على استهداف سفن قبالة سواحل الإمارات هذا ما كشفه مسؤول أمريكي نقلا عن فريق تحقيقات أرسلته واشنطن بناء على طلب دولة الإمارات ليقوم بالمساعدة على معاينة السفن المتضررة وأوضح المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لصحيفة وولد ستريت جورنال أن الأدلة المتوفرة حتى الآن بشأن ما حدث ليست قاطعة ولكنها تشير إلى أن إيرانيين أو مجموعات موالية لها ربما استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن وأوضح مسؤول أمريكي آخر مطلع على معلومات الاستخبارات عن إيران أن بلاده تشتبه بمسؤولة طهران عن الهجمات التخريبية إذ أكد أن هذا ما تفعله إيران ويتماشى مع سلوكها ونمط عملياتها رغم تصريحاتها الرسمية التي تسعى بها للنأي بنفسها عن الهجوم في محاولة لخلط الأوراق من جانبه أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن التحقيق في حادث تخريب السفن قبالة الفجيرة يتم بحرفية وأن الحقائق ستتضح وقال إن الدعم والمساندة الكبيران لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في المياه الإقليمية أساسهم وقف الإمارات الإيجابية في دعم السلام والاستقرار وكانت وكالة الأنباء الإماراتية أكدت في وقت سابق أن حركة العمل تسير بشكل طبيعي في ميناء الفجيرة من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة ائتيادية حيث رصدت الوكالة الحركة الائتيادية لنقل البضاع ورسو السفن